المستحيلات المليون في التمريض السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد ناصر أبي يوسف هذه قناتي مذكرة ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء لو أنت مهتم بالموضوع هاند واشنك البيسي غلافز ولا تنسى الماسك وتفضل معنا مستحيل مر رئيس القسم من قدامك وانت بتشتغل ومعجوق ومش فاضة حك رأسك لازم يمر بعد ما تخلص شغلك وتشلح الجلافز وتغسل إيديك وتعمل لك مجمس كافي ويجي بلك ما شاء الله من الصبح جاعد بنفس الوقت لو أنت مداوم على شفت السهر وإيجي رئيس القسم الصبح يستلم منك ما رح يشوف التعب اللي تعبته والعرج اللي عركته والدم اللي إيجي على أوعيك والسكراب اللي غيرته ومئة ألف مرة خلال الشفت رح يجي وإنت لابس اللبس الجديد المكوي اللي مرتب وشعرك مصرح وتوضهت وصليت الفجر ورتبت حالك وجهزت حالك لشفت البعده وقل لك ما شاء الله شكلك شبعت نوم بارح في الطوابق مستحيل يجي القططبة مع بعض لازم كل ما يطلع واحد يجي الثاني وكل ما بدك تكتب كلمة أو تعطي إبريلا مريض إن أطلع لك واحد هسه بدي أشوف مريضي ما بتفجو على وجهة وانا عكسي الحير عشان لا أعرف بها الشكل مستحيل تمر فترة نص ساعة بدون ما يصير مصيبة لو أنت جعت لمدة نص دقيقة وحبيت تأخذ نفس لازم يطلع لك ثلاث خروج خمس دخول واحد منتج من قسم ثاني لقسمك وواحد منتج من قسمك لقسم ثاني وثلاث خروج على مسؤوليتهم ومرافق بده تقرير ومرافق ثاني بده إجازة ومرافق رابع بده تقرير إنه كان مرافق مع المريض تبعه وثلاث شورما واثنين بيبسي دايت ما بتيجي المصايب ولا بضيع مفتاح الناركوتيك ولا بصير السي بي آر إلا بنص العجقة أنا معز يا أخويا في الطوارئ صعب جدا تلاقي مريض جاي مع الدفاع المدني إلا يكون رشح أو إنفلونزا أو واجع براسه أو مغس صر له سبوع وهسه حب يشرف غالبا لو إجاك مريض حال خطرة أو جلطة أو قاعد بموت أو واجع من سب طوابق رح تلاقي يجيب سيارته أو ناس حاملينهم على إيدهم من آخر الشارع اللي عندك قصدرة في قسم التوليد لا يمكن تجيك الأم في ساعة الولادة نفسها يا إما بتجيكي قبل أول طلقه ب 15 ساعة يا إما بتجيكي والولد نصهم عليك بالهوى لما بدك تطلع برا البلد بتصير كل المقابلات متفجأ إنها تعاندك كل الدنيا بدها ترفع لك ضغطك أنت شاب بدهم بنات بس أنت ممر الطوارئ بدنا ناس خبرتها عمليات أنت خبرتك آي سيو أدلت بدهم ناس خبرتهم آي سيو بيدياترك أنت ظلم خبرتك غسيل كلا بدهم ناس خبرتهم نفسية لو أنت متجوز العقود كلها عزبية ولو أنت عزابة العقود كلها كابلز ولو أنت ممرض ما بدهم إلا قابلات لما تقعد بدون شغل مستحيل تلاقي شغل لو أنت اشتغلت ثاني يوم الصبح بتصير كل الدنيا يترين عليك وإنسى العرض اللي قدمنا لك فيه راتب أعلى المريض اللي كويس والمحترم واللي بيحبك وبيحترمك وبكتب لرئيس قسمك رسائل شكر فيك بقعد يومين وبروح المريض خفيف الدم اللي كل يوم بشتكي وبظل يسأل وبتدخل في اللي ما إلوش فيه وبشتكي على طوب الأرض هذا بقعد عندك ثلثة سبيع أقل شي المريض الغريب اللي عمرك ما شفته ولا بتعرف جرعة أبو بنان ما بصير معاه أي مشكلة لكن المريض الريكومندد اللي بتعرفه وبتعرف أبوه وبتعرف ابنه وبتعرف كل عشيرته أول ما يدخل عندك يا بموت يا بطلع له مصيد لو عندك مريض عنده صعوبة بالبلع رح تلاقي الدكتور كاتب أغلبية الأدوية تابعته على شكل حبوب أو أقراص لكن لو البلع عنده كويس كل الأدوية يبر لو عندك مريض حجمه كبير ووزنه ثجير رح تلاقيه محطوط بأصغر غرفة في الطابق ولو اضطريت أنك تنجله أو تجلبه أو تحممه مش رح تعرف تتحرك تخيل لو صار له سي بي آر مثلا كيف الغرفة هاي بدها تتحمل سبعة ثمانية اللي هم سي بي آرتين حتى لو خلصت اللي عليك وعطيت كل الأدوية وكلمت كل المرضى وشرحت لهم عن كل شي وكلمت كل الأطبة ودخلت في كل الراوندات رح يطلع لك إشي تافه صغير زي الرمود كنترول كل شوي مريضه يقول لك الرمود كنترول ما بيشتغل وفي بعض المستشفيات كل الطابق شغال على رمود كنترول واحد رح تظل كل دقيقة تعطيه لغرفة مشكلة التكيف غالبا التكيف في بعض المستشفيات ما قلوش غير درجتين بس يا إما برودة القطب الجنوبي يا إما حرارة غرف الساونة ليش المريض ما بعرف يعمل ستول إلا بعد ما تحممه وتنظفه وتغير الشراشف وتصير هو وسريره كل إشي بالغرفة بالماء لما تستخدم آيفي بومب ليش كل شوي بيطلع لك الألارم تبع Air in line وبتقلب اللاين من أول لآخر ما فيش ولا فقاعة هوا بس هو بده يضل يعطيك ألارم هيك زناخة على سيرة الألارم أنت عمرك لاحظت أن الرنات التحذير الأخطر هي الأوطى صوتا فعلا إذا سمعت صوت طالع من الألارم بطرشه الآذان عارف أن المريض زاد النبض عنده واحد أو اثنين أو نقص واحد أو اثنين لكن لو صار عنده cardiac arrest رح أقول لك ليش لما تنادي حد عشان يساعدك فجأة تنشفت بنام الموجوع ببط الموجوع المريض اللي كان ناوي يضل فجأة بصير بده يروح المريض اللي كان طالع من العملية بحط رأسه بنام لثاني يوم ما في حدا جعل ما في حدا موجوع ما في حدا عنده مشكلة في الأخير بيقول لك أنت ليش منديني ليش كل واحدة الدم بديك تعلقها بديك تحط وتكتشف أنك خزكت وحدة الدم في العيادات الخارجية ليش المريض بيظل ساكت إن شاء الله ساعتين ولما يكون فعلا هسا إيجا دوره بيعصب وبقول لك ليش مناديتني لحد الآن ولما تقول له أصلا أنت دورك هسا بالزبط أقول لك لولا رفعت صوتي ما كنتوش دخلتوني ها وين المدير وين المدير يا شويش يا بو اسمعي اللي زي يا مدير هذه النقاط كلها حسب وجهة نظري وإذا عندك أي شيء نسينا نحكي اذكروا بالتعليقات لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشتراك بالقناة فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول واستنوا الفيديو الجاي السلام عليكم اشتركوا في القناة